السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي حبيب قلبي. احلى متابعين في الدنيا. متابعين قناتي كل يوم جديد مجدد جندي. لو اول مرة بتتابعوا معي ما تنسونيش من اللايك من الشير سبس كرايب تفعيل الجرس. عشان يوصلكم مني كل جديد. واتمنى جميع وصفاتي اللي بقدمها على القناة تعجبكم وتنردوكم. النهاردة معانا الحل الامسل والحل العملي لحفظ اكياس الرز معانا من السنة للسنة. عايزين نحفظ الرز من غير ما يسوس من غير ما يدود من غير ما يطلع فيه اي حشرات مش مستحبة احنا مش عايزينها. عند الكمية كبيرة من الرز ومش عارفة تعملي فيها ايه. هنشوف مع بعض النهاردة احنا هنعمل فيها ايه بطريقة بسيطة جدا. هنحفظها معانا من السنة للسنة من غير ما ييجي فيها اي حشرات او اي حاجة احنا مش عايزينها. ولا هتسوس ولا هتدود ولا هيجرالها اي حاجة. من السنة للسنة. هنفضي كده محتويات الاكياس بتاعتنا. اي كمية عندك ايا كانت. عايزة تحتفز بيها. عشان الدنيا حر. والدنيا طبعا لما بتكون حر كده. بآ الرز بتاعنا بيسوز بسرعة. بنفضي الرز معنا كله. وحاجة بسيطة جدا اللي هنستخدمها. فحفظوا الرز النهاردة. وهنحفظوا بالطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي. وبعد كده هنحطوا في اي كيس قطن عندك اي كيس مخدة قديم انت مش آآ مش عايزاه. وهتربطيه. وهتخليه من السنة للسنة وهتستعملي على قد احتياجك. المادة الحفظ بتاعتي هي الملح الناعم زي ما احنا شايفين كده. لو انت حابة تستعملي الملح اللي هو الخشن الملح الرشيدي. آآ برحتك بس انا بفضل الملح الناعم. عشان الملح الرشيدي هتضطري بعد كده ان انت تعودي تنقيه واحدة واحدة من الرز. لكن الملح الناعم هوريكم دلوقتي. زي ما احنا شايفين. احنا بنقلب الرز بتاعنا. ونخلي الملح يتخلل الرز كله. بالشكل ده. وهنعمل ايه بقى? لما نعوز ناخد حبة من الرز. عشان آآ محدش يفتكر انه هيبقى مالح زيادة عن اللزوم. لا اطلاقا مش هيبقى مالح ولا هيقصر على طعم الرز نهائي. الرز قدامي بالشكل ده. معايا منخل. اهو. ده المنخل بتاع الرز اللي انا آآ بنخل بيه الرز وباخد بيه احتياجي. هناخد بقى على قد ما احنا عايزين. حبة بالشكل ده. في المنخل. وهبتدي اهزهم. هينزل محتويات الملح الناعم كله. كده مش هحتاج ان انا اقعد اناقي الرز منه آآ حبات الملح اللي هي الخشنة. واحدة واحدة. لا الملح الناعم بتاعي هو نزل كله زي ما احنا شايفين. لما احب ااخد حبة الرز بتاعتي. والرز بتاعي هيبقى نضيف ما فيهوش اي ملح. وطبعا احنا كلنا بنخسله فمش هيبقى فيه اي حاجة. انا عجبتكم وصفات النهاردة. ما تنسونيش من اللايك من الشير سبسكرايب تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.